واللي برضو فاز بأفضل مشروع ترميم في العالم النهاردة على فكرة فيه مشاريع ترميم كتير في العالم وفي دول مختلفة ليه المشروع ده تحديدا ليه إحنا فوزنا ليه مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل فاز بالمركز ده كأفضل مشروع ترميم في العالم دي أيضا مسألة يعني مهمة ولافتة وتستحق أن احنا نقف قدامها طب تيجوا الأول نشوف هو إيه المشروع مشروع تطوير محمد محمود خليل ونشوف إيه اللي يخليه يفوز بهذا المركز متحف محمود خليل تعود الإنشاءات المصرية لتثبت أنها في القمة فمؤخرا فاز مشروع تجديد وتطوير مبنى متحف محمود خليل بجائزة أفضل مشروع ترميم في العالم بما أعلنت مؤسسة إي إن آر الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية ويعد متحف محمود خليل واحدا من المنارات الثقافية الموجودة في مصر بل وفي الوطن العربي ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات الثمينة ومرت عمليات الترميم بعدة مراحل ضمت كل الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية ومنظومة الكهرباء والمياه ومكافحة الحريق وتطوير نظام الإطفاء وتحديث نظم الأمن والمراقبة وتطوير محطة الطاقة الرئيسية وتحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفي إلى جانب إضافة خدمات للجمهور وتضم مقتنيات المتحف عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستل ويصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 فنان ويبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية نحو 50 تمثالا من صنع 14 مثالا وقد تم إغلاق المتحف عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014 هذا في مجال ترميم أو أفضل مشروع للترميم